افتح لقوس ومن هنا نحن لم نوافق بشكل مطلق على نظرية تفسير القرآن بالقرآن هذا ان شاء الله تفصيله اشرنا اليه في مقدمة الجزء الاول من اللباب ولكن تفصيله ان شاء الله سيخرج في الجزء الاول من تفسير آية الكرسي هذه النظرية لا نوافق عليها لماذا؟ لان هناك بعض الآيات في القرآن وبعض الموضوعات في القرآن لم تأتي الا شنو؟ ها؟ وكيف يفسر القرآن بعضه وبعضه؟ لم ترد في مواردة متعددة حتى استطيع ان افسر هذه الآية بآيات اخرى لم ترد الا في مورد واحد كما في آية الكرسي آية الكرسي وردت عندنا ابدا العرش ورد في القرآن الكريم لعله سبع ثمان مرات ولكن الكرسي لم يرد الا ماذا؟ يعني كرسي الحق سبحانه وتعوسع كرسيه لفظ الكرسي ورد ها في سليمان وغير سليمان لا لا مقصودنا ماذا؟ وسع كرسيه العرج والكرسيه لم يرد الا في مورد واحد اذا كيف تستعين بتفسير القرآن بالقرآن لتفسير هذه الآية المباركة علي الاحواد نرجع الى البحر اشتركوا في القرآن